اشتركوا في القناة فرص استثمارية واعدة يقدمها برنامج بيبان للمستثمرين الشباب وذلك بدعم مشاريعهم والدفع بهم لتطويرها والتوسع فيها بما يتنسب مع احتياجات السوق وقد جاء إطلاق منصة بيبان للتمويل الجماعي من قبل شركة بيبان التابعة لمشاريع صندوق الأمل ليساهم في تسهيل الاستثمار في المشاريع الشبابية الواعدة هي المنصة تسهل الوصول لرأس المال للرواد الأعمال وفي نفس الوقت تتشجع وتسهل المستثمرين الوصول الفرص الاستثمارية طبعاً نحن جداً فخورين اليوم أن أحدى الشركات اللي كانت معانا في البرنامج التلفزيوني اللي هي ستيل ماسترز طلبت مبلغ قدرة 60 ألف دولار مقابل 8% من حصة في الشركة وقدرت أن أتجمع المبلغ اللي احتاجتها في فترة زمنية تقريباً 6 إلى 7 أيام ويأتي إطلاق منصة بيبان للتمويل الجماعي تزامناً مع بث برنامجها التلفزيوني الواقعي بيبان المخصص لرواد الأعمال ليصبح بيبان أول برنامج تلفزيوني واقعي تفاعلي في العالم يتضمن عنصر التمويل الجماعي طبعاً الشيء الحلو اللي هي المنصة الاستثمار اللي صارت في بيبان هو دافع قوي حق اللي كانوا حابين يستثمرون وانا ما توقعت ان هاي الشيء بيكون عندنا موجود في البحرين وهاي يعني لما صار جداً مثل ما يقولون استنسل في هالموضوع حابين نخلي ستيل ماستر يكون جزء من هاي الإكسبرينس مثل ما نقول وصراحة منصة البيبان حق التمويل كان شيء جداً مميز وعطت فرصة حق اللي كانوا ودهم يستثمرون في ستيل ماستر وما كانوا موجودين في البرنامج كمستثمرين فصار عندهم الفرصة ان يقدرون يستثمرون عن طريق هاي المنصة مبلغ اللي حصلناه من هالبرنامج ومن المستثمرين راح يتوزع على جهات مختلفة منها موارد البشرية حق التوظيف ويأتي هذا النوع من الدعم الذي تقدمه منصة بيبان ليؤكد على أن الاستثمار في الشباب سيلعب دوراً كبيراً في تشجيعهم على إطلاق المزيد من المشاريع التي من شأنها أن تساهم في تعزيز المنافسة في السوق المحلية والعالمية وها هي شركة ستيل ماسترز استطاعت أن تحقق نجاحاً متميزاً من خلال برنامج بيبان ما دفعها لفتح المجال لطرح أسهمها للاستثمار لدى منصة بيبان الاستثمارية منصة بيبان فتحت الباب علام إسرعي أمام الشباب البحريني لتمكينهم من تطوير أنشطتهم التجارية بمختلف أنواعها وطرح أسهم منها للاستثمار لكل من يرغب بتوظيف أمواله ليحصل على مردود مادي من خلال هذه المنصة حولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين